يا رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد حفظ الله شيخنا والحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه حصن المسلم شيخ سعيد بن وحث القحطاني رحمه الله تعالى دعاء الرفع من الركوع دمع الله لمن حمده ربنا الدعاء الثاني ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الدعاء الثالث ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل التناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لنا منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أسبق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا نعتذر اليوم على التأخير فليس مني طبعا كالعادة فأودا أسمع من مشرف الزوم على الأشكال الذي كان بسببه أخير فيكون العذر من الجميع معلنا بارك الله فيكم ولكي نتجاوز هذه المشكلة ولا تتكرر ثانية ونتفق على وقت معين يحضر الجميع فيه بوقت واحد بحيث لا أحد يعتذر من قضية الصلاة أو مدرسة أو أي أمر لابد أن نتفق في مجلس محدد بساعة معينة ونود أن نسمع من الأخ أبد الله شرب حفظه الله ما الأمر الذي كان يعني بسببه تأخرنا قال دعاء الرفع من الرقوع دعاء الرفع من الرقوع قال سمع الله لمن حمد بشارة لك من النبي صلى الله عليه وسلم للطمأنينة ولليقين بأن الله يسمعك حينما تحمد وتمجد يجيب جل جلاله الحامد الذي يحمده والحمد هو الوصف المحمود بالصفات الكمال الكمال لله سبحانه وتعالى محمود في كل شيء له كمال الجمال وله كمال العلم وله كمال القدرة وله كمال العلو وله كمال القوة وله كمال كل شيء سبحانه وتعالى سمع الله تحمده 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 جل جلاله المحمود بصفات الكمال ويسمعك الله لأنه أهل أن يحمد وأهل أن يعبد تبارك وتقدس يحب الثناء جل جلاله يحب الحمد يحب الشكر يحب العبادة وما خلقنا إلا لهذا وما خلقنا إلا لكي نمجده ونرفع درجاتنا بذكره وحمده وشكره الله سبحانه وتعالى غني غني كل الغناء عن الحمد وعن الثناء وعن الشكر وعن العبادة ولكن فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين سبحانه وتعالى سمع الله لمن حمده سبحانه جلاله ثم الحديث الثاني ربنا تقول أنت يا أيها المصلي ربنا ولك الحمد جاءت برواية عديدة تقول ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد كلها صحيحة حمداً كثيراً رفاعة من رافع الزورقي رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالها صحابي والنبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع عن الله سبحانه وتعالى والعبادات كما لا يخف عليكم أنها توقيفية في الأقوال والأفعال لا يحق لأحد أن يضيف عبادة إلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان حياً وموجوداً فإذا أقرها فهو توقيع منه وتقرير منه عليه الصلاة والسلام بأنها الحق وأقر عليه الصلاة والسلام كثير من العبادات ومن المعاملات ومن المباحات أقرها بسكوته أحياناً وأحياناً بمدحه وثنائه على العمل وعلى الفعل ولكن لا يحق لأحد من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعدم وجود النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره أن يشرع عبادة فهي بدعة وكل بدعة الضلالة وكل ضلالتي في النار هذا الصحابي لما قال عليه الصلاة والسلام في صلاته سمع الله لمن حمد رفع صوته قليلاً وقال ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه فقال عليه الصلاة والسلام رأيت بضعة وثلاثين ملكاً من قال سألا من قال هذا الدعاء ليقرر أن فعله صحيح ويشرع للأمة فعل هذا الصحابي وأنه سنة سنة حسنة أقره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال من قال هذا قال أنا يا رسول الله ظن أنه الآن سيمنع يحقل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز له السكوت عن الباطل لا بد أن يبين أن هذا الفعل باطل ولكن هنا بيّن أنه حق قال رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها يبتدرونها أيهم يكتبوها أولاً الله أكبر البضع ما بين الثلاث إلى التسع ما بين الثلاث إلى التسع بضع وثلاثين ملكاً الله أكبر لكن تصور النبي عليه الصلاة والسلام يبشر الأمة بأن هذا الدعاء عظيم يتبادر الملائكة ليكتبوه لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يتبادرونها أيهم يكتبوها أولاً إذن احرص على أن تقول هذا الدعاء بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً واركاً فيه وإيضاً قل قل الأخرى كذلك ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد وهكذا ثم قال في الحديث الثالث قال ملء السماوات وملء الأرض ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما هنا محمود الله عز وجل كأنك تقول يا ربي أنت محمود في جميع خلقك فوق السماوات فوق السماوات والأرض بالكمال ويشهد كل الخلق الذي خلقته أنك كامل تباركت وتقدست تباركت وتقدست وتعاليت محمود في كل مخلوق خلقته علمنا أو لا نعلمه إلى سدرة المنتهى عندها جنة سدرة المنتهى نهاية الكون ما بعده لا يعلمه إلا الله نهاية الخلق ما بعد هذه السدرة لا يعلم إلا الله سبحانه جل وعلا وصل محمد عليه الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى محمود على كل مخلوق يخلقه وعلى كل فعل يفعله من ما يوجد وما سوف يوجد ما شئت من شيء بعد من شيء بعد يعني قد هناك أشياء لم تخلق بعد فأيضا هي تدل على أنك محمود وأنك الكامل سبحانك تباركت ربنا وتعاليت أهل التناء المدح بكل وصف وجمال وكمال والمجد غاية الرفع أحق ما قال العبد أحق ما قال العبد من كلام عظيم وتمجيد وعبادة بالذكر والثناء والقرآن وكلنا لك عبد اعتراف بالعبودية وأركان العبودية ثلاثة الخلق والملك والتدبير كلنا لك عبد عبيد تربينا خاضعة لك رقابنا يا ربنا نحمدك سبحانك اللهم لا مانع لما أعطيت هنا أتى المنع والعطاء وهو من التدبير أركان الربوبية كما ذكرنا الخلق والملك والتدبير كل يوم هو في شأن يرفع أقوام ويخفض بآخرين كما قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهم اللهم لا مانع لما أعطيت إذا أردت فضلا فلا راد لفضلك ولا يمنع فضلك سبحانك تعطي من تشاء بغير حساب وتمنع من تشاء ولا معقية لما منع مهما مهما فعل من ذكاء ومن دروس ومن علم ومن معرفة ومن اجتهاد لكي يحصل على شيء ما فلن يحصل عليه إلا تحت قدر الله ومشيئة الله وإرادة الله وعطاء الله سبحانه جل في علا ولا ينفع ذا الجد منك الجد الحظ والبخت والنصيب والذكاء والعلم والمعرفة والواسطة كل هذا جد والقوة جد هذه لا تنفع لا ينفع إلا ما يقدره الله وتحت قهر الله وتحت إرادة الله وتحت إرادة الله ومعرفة الله كان ذلك في الكتاب مصطورا وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه جل في علا نحن عبيد تحت هيمنة الله وقوة الله وقهر الله وتصرف من الله وتدبير من الله وملك لله نحن عباد نحمد الله عز وجل ونسأله تبارك وتقدس أن يزيدنا من فضله فإذا حمدنا رضي عنا وأثنى علينا وغفر لنا ورحمنا وهدانا واستجاب لنا واستجاب لنا سمع الله لمن حمد إذن هكذا وصلنا بارك الله فيكم إلى درسنا اليوم ونكمل إن شاء الله دعاء السجود في الدرس القادم وأنتم بخير أسأل الله جل الله في علا أن يغفر لنا أجمعين وأن يجعلنا من الحامدين والشاكرين وأن يعفو عنا وأن يفرج همنا وينفس كربنا وأن يفتع علينا فتح العارفين وأن يجمعنا في جنة النعيم وولدينا وجميع المسلمين ساكم الله خير وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن كان هناك أسئلة ممكن نأخذ دقيقة أو أثنين من الدقائق نسمح فيها لأسئلة تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله أحسن الله ورحمة الله هل معنى سمع الله لمن حمده أي أن الله يستجيب لمن حمده نعم يستجيب جزاكم الله خيرا وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم فهنا يبشر كالنبي عليه وسلم لكي تستيقن وتطمئن بأن الله يسمعك وأنت تحمده ويحب الحمد وهو أهل للحمد فكيف إذا دعوته فانطرح الآن سوف تنطلق إلى السجود وتهوي إلى السجود وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد لكي يهئك النبي عليه الصلاة والسلام وتدعو الله عز وجل السميع القريب من عبده إذا سجد كلا لا تطعه وسجد واقترب هكذا مرتبطها العبادات نفع الله بكم إذا تتهيأ الآن حيما تقول سمع الله لمن حمده ربنا ويك الحمد يتهيأ القلب والعقل وكل ما في كيانك أنك توفى تستاهوي الآن وتستعد لمن يستجيب الدعاء ويسمع وأن تساجد خارا بين إلي الله أقرب ما تكون إلى ربك فتسأل الله عز وجل في سجودك وتسأله حاجتك فهو السميع القريب المجيب سبحانه وتعالى وكانك السيلة بالضرور السلام عليكم عليكم السلام عليكم يا شيخ أنا درست في زادة المستقنع أنه تختار ما بين الأجل يشال أفضل كلها خير وبركة نوع كلها خير وبركة إن استطعت أن تدعو بها كلها إن صليت وحدك فخير وبركة وأن استطعت أن تأخذ منها كل يوم دعاء أو دعائين خير وبركة أو ثلاثة وهكذا لا يمنع أنك تسأل الله عز وجل من فضله العظيم وتلح على الله عز وجل في دعائك وتنائك بارك الله بارك الله هل هناك أسئلة أو نكتفي بهذا القدر ما رأيكم إذن نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله الجمعة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتب الله على رفيحنا والحاضرين أمين وعلكم السلام ورحمة الله وبركاته